اكدت سبعون منظمة عربية مدنية معنية بحقوق الإنسان أن إيران أصبحت تحتل الصدارة على مستوى العالم في عملية الإعدام مقارنة بعدد السكان كما دعت المنظمات الحقوقية إلى وقف عمليات القتل التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني ضد الشعبين العراقي والسوري توثيق جديد لجرائم وانتهاكات إيران في الداخل والخارج سبعون منظمة عربية مدنية معنية بحقوق الإنسان تطلق دعوات لوقف عمليات القتل التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني ضد الشعبين العراقي والسوري المنظمات المدنية أكدت أن مليارات من الدولارات من أموال الشعب الإيراني صريفت على مشاريع نظام ولاية الفقيح للعبث باستقرار دول المنطقة وأكدت المنظمات الحقوقية أن قائد فيلق القتس قاسم سليماني يعد رأس الحرب في كل التدخلات الإيرانية في الخارج بدءاً من سوريا والعراق وصولاً إلى البحرين المنظمات الحقوقية طالبت أيضاً بتوفير الحماية الدولية للاجئين الإيرانيين في العراق من القصف الذي يتعرضون له في مخيمهم ليبرتي من قبل ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران الدعوات المنددة بالممارسات الإيرانية ذكرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والحكومة العراقية أيضاً بمسؤوليتها تجاه سكان مخيم الحرية فنظام الإيراني والميليشيات الموالية له قصف المخيم خمس مرات سقط السبعة وثلاثون قتيلاً وجرح العشرات خلال عملية القصف كما عرقلت الميليشيات وصول الوقود الذي بات يستخدم لتشغيل موالدات الكهرباء إلى المخيم بيان المنظمات لم يخفل عملية الإعدام في إيران وأوضح التقرير أن إيران تحتل الصدارة في الإعدامات على مستوى العالم مقارنة بعدد سكانها حيث تقاد يومياً مجموعة جديدة من الشباب ومعارض النظام إلى منصات الإعدام تفصيلاً المعلومات المتعلقة بالإعدامات التي أشار إليها التقرير هناك العديد من الأكراد الذين أعدمتهم إيران مؤخراً بعد أن وجهت إليهم اتهامات بتنفيذه هجمات ضد رجال دين وقوات أمن قالت الوكالة الإيرانية للأنباء أن أعضاء في جماعة التوحيد والجهاد أعدموا دون أن تفسها عن عددهم فيما قالت جماعات حقوقية أن الأعداد تتراوح من 10 إلى 20 شخصاً وأن الإعدامات جاءت نتيجة لاعترافات انتزعت بالإكره للتعليق على هذا الموضوع معنا من لندن مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية حسن راضي أهلا بك سيد حسن بداية هل هذه المرة الأولى التي تقوم فيها إيران بهذه الحملة الجماعية من الإعدامات؟ لا طبعاً لا يعني إيران منذ مجيء هذا النظام لحد الآن هي أعدمت العشرات الآلاف من أبناء الشعوب غير الفارسية وحتى من الشعب الفارسي لا ننسى من أكبر المجازر التي تمت تصفية السجون أو كما عرفت بالتبيض السجون قتلت إيران الآلاف يعني صفتهم عام 88 بعد أن انتهت الحرب الإيرانية العراقية فمنذ ذلك اليوم وحتى قبلها يعني بين الحين والآخر تنفذ السلطات الإيرانية جملة من الإعدامات بحق السجناء من أجل يعني الوصول إلى أهدافها وفرض هيمنتها في الداخل حيث هذا هو السبيل الوحيد للنظام الإيراني في غياب الديمقراطية وإعطاء الحقوق والمساواة للشعوب هذا هو الطريق الوحيد لفرض السيطرة والهيمنة والبقاء بالسلطة لأن النظام في إيران لم يأتي عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة ولا يحكم في الأقاليم غير الفارسية بسبب ديمقراطية أو رضاء تلك الشعوب على هذا الحكم وعلى هذا السلطة بل هو حكم ديكتاتوري قمعي تستخدم إيران يعني القمع والسلاح والإعدامات وسيلة للوصول إلى أهدافها هنا أريد أن أسألك يعني ما نسبة الذين يحكم عليهم بالإعدام وينفذ فيهم من القوميات الأخرى يعني سواء من العرب سواء من الأكراد سواء من قوميات أخرى هل هناك تمييز في المعاملة في هذا الإطار بطبيعة الحال أكيد هناك تمييز في المعاملة لأنه ينظر إلى أبناء الشعوب إن كان عربي في الأحواز أو بلوشي في بلوشستان أو كوردي أو تركماني أو تركي تركماني من أذربيجاني ينظر إليه بنظرة أمنية وبنظرة أنه مهدد ليس فقط للنظام الإيراني بل للكيان الإيراني بشكل عام ويعني حسب التقرير الصادر من الدوائر لاستخبارات الإيرانية ينظرون إلى أبناء الشعوب غير الفارسية أي تقسمهم تلك الدوائر إلى قسمين قسم يعني خائن وقسم مشكوك فيه أي لا ترى أنه سلطة الإيرانية من أبناء الشعوب شخصا أو مجموعة موالية لها يعني الخائنين الذين لا ينتمون للسلطات الإيرانية الأمنية أو لا يتعاونون معها والمشكوك في أمره حتى ذلك الشخص المتعامل مع الأجهزة الأمنية أو الميليشياتها أو الحارس المتعاون معهم ينظرون إليه بنظرة المشكوك ولا يثقون به هذا التمييز ضد أبناء الشعوب غير الفارسية واضح على أمر الواقع على أمر الواقع ليس فقط من خلال الإعدامات والقمع والاعتقالات بل حتى في ممارسة الحقوق والنظرة يعني إليهم من خلال طب سيد حسن عدم إعطاهم الحقوق أو حتى نظرتهم إليهم من خلال تصريحاتهم في الإعلام حتى نبقى في موضوع الإعدامات ماذا عن القضاء؟ يعني هذه الإعدامات يتم تنفيذها بعد أحكام قضائية واعترافات يتم تسجيلها وإذاعتها وبثها على التلفزيون كيف لو تشرح لنا هذه المرحلة كيف تتم؟ يعني هناك قضاء وهناك أحكام إعدام وهناك تهم واضحة حقيقة يعني في إيران ربما في إيران فقط هناك محكمتان محكمة عادية يعني ومحكمة ثورية المحكمة العادية لا نتحدث عنها حيث هي تعني بقضايا العادية الخلافات أو الشاكي والمشتكع عليها أو ما شابه ذلك لكن المحكمة الثورية التي هي معنية بالمعتقلين السياسيين بالتحديد والأمنيين هذه المحكمة الثورة من يرأسها هو من الأمن من الاستخبارات الإيرانية وأنا أشرح بكل بساطة إجراء الملفات داخل الاستخبارات الإيرانية من الزنزانات حتى وصولها لاستخبارات حيث أنا شخصيا مريت بهذه التجربة يعني المعتقل يصدر قرار احتقاله من محكمة الثورة أي من قبل الأمن مباشرة ثم يلغي الغبض عليه ويأخذ عنوة إلى الزنزانات الاستخبارات يتم انتزاع الاتهامات أو انتزاع كل ما يريد من عدة بالقوة وتعت التعذيب وهناك العديد من المعتقلين ما توتعت التعذيب أولئك الذين لا يريدون الاعتراف بهذه بالانتزاعات أو بالاعترافات التي يريد منه النظام الاعتراف بها أو الاتهامات بالأحرى فبعدما أن يكمل ملفه كاملة بعيد عن المحامي وبعيد عن الأهل وبعيد عن اللغاءات ولا يرى حتى نور الشمس في الزنزانات يكمل ملفه كاملة ويصدر الحكم بحقه هناك في الزنزانات من خلال الأمن ثم يأخذ هو وملفه إلى محكمة الثورة يسلم هذا الملف مع المتهم إلى القاضي هذا القاضي في محكمة الثورة أيضا هو ينتمي إلى جهاز العمن والقاضي يقرأ الاتهام على المتهم ويقول له هل قبلت الاتهام؟ إذا المتهم قبل الاتهام يأخذ إلى المشنقة إذا محكوم بالعدام أو إلى السجن إذا محكومة بالسجن وإذا رفض هذا المتهم الاتهامات وقال إن تزعت من عدي بالقوة سيرجع مرة أخرى إلى الزنزانات ويعذب ويضرب بشدة حتى يرجع مرة ثانية وثالثة إلى المحكمة الثورة حتى يعترف بالتحامات إلا في حالات استثنائية هناك محامي والمحامي هو تحت نظر الاستخبارات يعمل ولا يمكن أن يدافع عنه بكل الصراحة وهناك حالات استثنائية سنتحدث عنها يهددون من غبل الأمل حتى لا يعني يهددون نعم حتى لا يمارسون حقوقهم طيب هناك يعني لو تسمح لي في قرار إعدام إيران لعدد من القيادات السنية الكردية كان له صدى واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تتشين هاشتاغ إعدام 21 داعي سني في إيران الذي تم تداوله في أكثر من 20 ألف تغريدة سنقرأ عليكم بعضها هجير قالت على تويتر أو هجير يتساءل لماذا لا يتكلم العالم على ما تفعله إيران من إعدامات بالجملة ومن دون محاكمة لمن ينتمون إلى السنة شاكر من جهته يرى أن الإعدامات العشوائية في إيران لم تلقى أي استنكار ممن وصفهم بدعاة الإنسانية ولم تقلق حتى بانجيمون أخيرا راد الغامد يتساءل أين الذين تباكوا على إعدام نمر النمر لماذا لم نسمع لهم صوتا في ظل الإعدامات المستمرة في إيران أعود لضيفي سيد حسن راضي مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية في لندن استمعت إلى هذه التعليقات فعلا أمر يثير الاستغراب هل هناك ردود فعل دولية أنت في لندن وتتابع هل هناك ردود فعل دولية تستنكر بقوة هذه الإعدامات في إيران كما نسمع أحيانا بيانات عن الإعدامات في أي دول أخرى حقيقة منذ سنوات المنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحقوقية بشكعان في أوروبا يستنكرون ويدينون المحاولات الإعدام والتعذيب والاعتقالات وهناك مثل ما نعرف لجنة مراقبة حقوق الإنسان تابع على أمم المتحدة معنية بالشأن الإيراني وعلى رأسها أحمد شهيدي تابع هذه الملفات بقوة وبكثافة وأيضا في السنوات الأخيرة هناك التصريحات صدرت من غبل مسؤولين كبار في الدول الأوروبية لكن الغائب هنا هو المسؤولين العرب في هذا الشأن لم يدينوا ولم يستنكروا أي عمليات إعدام على أكس ما تفعل إيران وتدخل بشؤون الدول العربية وتدخل وتدعي وتطالب بأبسط حقوق تحدث في هذه الدولة أو تلك طبعا أنا في هذا الصدد أبارك للمنظمات العربية لأول مرة أصدرت بيان إداني لهذه الإعدامات ونتمنى هذه مقدمة لتصريحات المسؤولين ووزراء وأساء عرب كما هو موجود في الدول القربية لكن اسمح لي في هذه الفترة الأخيرة بعد الاتفاق النوب التحديد نعم هناك مصلحة أصبحت تجمع بين إيران والدول القربية وتراجعت هذه التصريحات على المسؤول الإيرانيين في إدانة وشجب ما تفعله إيران من إرهاب داخل خارطتها وفي المنطقة هذا ما أريد أن أسألك عنه لأنه بالأمس كنا نتحدث عن خبر في الوستريت جيرنل يتحدث عن دفع الولايات المتحدة أموال لإيران في نفس التوقيت التي أفرجت فيه عن إيرانيين أمريكيين متهمين كانوا بالتجسس وهذه التهمة تلقي بصاحبها للإعدام مباجرة هل هناك فعلا مفاوضات ابتزاز أي نوع من الأنواع بين إيران وبين ملفات الإعدام التي موجودة لديها تستخدمها سياسيا أحيانا بالتأكيد يعني إيران كلما تعتقل أشخاص يوافدين إليها من غبل الدول الغربية تستخدمهم كأوراق في مفاوضاتها النووية وفي مفاوضاتها عن السياسية وبشكل عام لصالح مصلحتها العليا إيران أحكمت بالإعدام على أعداد كبيرة من احتغلتهم إن كانوا يتمون إلى البريطانيين أو أمريكيين أو ذوي الجنسيات المزدوجة واتهمتهم بالجواسيس والجاسوس هو يعدم حسب الدستور الإيراني لكن بعد المفاوضات التي أطلقت بيننا وبين دول الغربية واضحة الصورة هاي في دقيقة لأنه بقي عندي الإعدامات خارج إيران يعني الحرس الثوري عندما يقاتل في سوريا وفي العراق هل هناك فعلا أوامر مباشرة حتى في العراق بالنسبة للطيارين العراقيين مثلا تكون هناك أوامر بالقتل والإعدام مباشرة نعم بالتأكيد هناك قائمة لدى الحرس الثوري الإيراني الذي هو معني بالتدخل في شون دول عربية قوائم طويلة التي هي يجب أن تصفيهم إيران بدأت بالعراق مسؤولين طيارين وأعضاء حزب البعث السابق وصفتهم لأنه لديها قائمة تتخلص منهم وهذا هو أيضا يطبق في الدول العربية الأخرى تقوم إيران باختيالات لشخصيات مناوئة لسياساتها التوسعية في المنطقة نعم إيران يتنفذ أحكام الإعدام حتى في المنطقة كل من يعارض سياساتها شكرا جزيلا لك ضيفي من لندن كان معنا من هناك مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية حسن راضي حدثنا عن موضوع الإعدامات في إيران وأيضا خارجها على يد الحرس الثوري الإيراني مساء انتهى نلقاكم يوم الأحد المقبل ترجمة نانسي قنقر